كشفت دراسة محلية حديثة عن ظاهرة اتساع وانتشار نقص فيتامين دي بين الأمهات والمواليد والأباء في مملكة البحرين أسباب نقص فيتامين دي الباتت مشتركة بين الدول الخليجية أما أعراضه فهي تختلف من شخص إلى آخر بناء على كل حالة تفاصيل هذا الموضوع في تقرير زميلة إيمان شرف ثمت فتيات عنين من أمراض تتالت عليهن مرضا تلو آخر إلى أن ضعنا في دوامة من الأسئلة عن سبب هذه الأمراض مع أموال ذهبت في البحث عن علاج لها ألم في العظام، خمول، كآبا، وساوس كلها أعراض نقص فيتامين دال أو ما يعرف بهرمون الشمس الذي ينتج عن عدة أسباب أهمها قلة التعرض إلى أشعة الشمس فيتامين دال هو منظم أساسي في جسم الإنسان للكالسيوم والفسفور فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور من الأمعاء وإعادة امتصاصه من الكليتين كما له تأثير مباشر في ترسب هذه المعادن في العظام لذلك نقص الفيتامين دال يسبب إلى ترقق العظام كشفت آخر الدراسات المحلية إلى أن نقص فيتامين دال في مملكة البحرين يكتسح نحو التسعين بالمائة من النساء والأطفال وحتى الرجال ما قد يتسبب بالكساح لدى الأطفال وهشاشة العظام عند النساء كما له ارتباط بأمراض عدة منها لإصابة بالتصلب اللويحي المتعدد وهو مرض فريد من نوعه يصيب الجهاز العصبي المركزي الذي تختلف أعراضه باختلاف كل حالة فقد يؤثر على الذاكرة والشعور بعدم التركيز والنسيان بالإضافة إلى تغيرات في المزاج قد تصل إلى حد الكآبة بيتامين دال لهم مصدرين أساسيين المصدر الأول هو عن طريق الشمس التعرض لأشاءة الشمس حيث يقوم جلد الإنسان بتكوين بيتامين دال المصدر الآخر هو عن طريق الأكل ويكون عن طريق تناول الأغذية الغنية بالبيتامين دال مثل الأسماك، البيض، الحليب، بعض الخضروات الأوقات هي تكون الفترة الصباحية من الفاجر إلى الساعة العاشرة والتاسع صباحا وهو الفترة العصر الفترة الظهرية تكون الأشعة جدا قوية وتكون ممكن تكون ضارة للإنسان لكن لا بد أن يكون تعرض للشمس بدون استخدام الكريمات الواقية لأشعة الشمس انتشار الوجبات السريعة في المجتمعات أسهمت بشكل رئيس في نقص فيتامين دال إلى جانبي قلة ممارسة النشاط الرياضي ما قد يؤدي إلى السمنة ومن ثم عدم مقدرة الجسم على استخلاص الفيتامين لذا يوصل أطباء حول العالم بالتعرض إلى أشعة الشمس بما لا يقل عن 15 دقيقة يوميا كثير مننا يقع في إغفال أهمية فيتامين دال رغم أهميته في جسم الإنسان لذا يتطلب إجراء الفحوصات اللازمة لتعم الصحة على الجميع إيمان شرف لمركز الأخبار الفيزيون البحرين